السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة تعلم والسفد مرحبا بكم في دراسة النص الوظيف المغرب طاقة شمسية عظمى إذن نبدأ كالعادة بألاحظ وأتوقع إذن لدينا أستحضر معلومات عن أنواع الطاقة إذن ما هي أنواع الطاقة التي تعرفونها إذن طبعا هناك طاقات متجددة طاقات تتجدد مثل الطاقة الشمسية الطاقة الريحية الطاقة الكهرومائية إلى غير ذلك وهناك طاقات أخرى غير متجددة لا تتجدد بعد استعمالها مثلا طاقة الفحم طاقة البنزين إلى غير ذلك من أنواع الطاقة ثم ما المشترك بين الصور الثلاث إذا لاحظوا الصورة الأولى تظهر فيها محطة نور بورزازات لإنتاج الطاقة الشمسية لاحظوا هناك مجموعة من ألواح الطاقة الشمسية ثم في الصورة الثانية تظهر ألواح الطاقة الشمسية عن قرب وفي الصورة الثالثة لدينا استعمال الطاقة الشمسية في السقي إذن المشترك بين هذه الصور الثلاثة وهو الطاقة الشمسية إذن الطاقة الشمسية هي أو هو المشترك بين هذه الصور الثلاثة والعنوان هو المغرب طاقة شمسية عظمى إذن أتوقع أفكار النص من خلال العنوان ومن خلال الصور إذن العنوان المغرب طاقة شمسية كبرى ورأينا الصور فهي تتحدث عن طاقة الشمسية واستعمالاتها إذن ممكن أن نطرح بعض الأفكار مثلا سنقول إطلاق المغربي لمشروع طاقي كبير يروم إنتاج الطاقة الشمسية ثم أيضا نتوقع أن النص يتحدث عن ثوائد ومزايا الطاقة الشمسية كذلك سنتوقع أن النص يتحدث عن وصف وتقديم معلومات ومعطيات وافرة حول مشروع الطاقة الشمسية ومحطة نور بورززاد ثم أيضا يمكن أن نضيف كفكرة أخرى نتوقع أن النص يتحدث عن مساهمة الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة متجددة في تقديم النفع للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمجتمع في حماية البيئة والتنمية إلى غير ذلك إذن كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال دراستنا لهذا النص وقبل ذلك أرجو منكم أن تقرأوا النص مرة أو مرتين أو أكثر ننتقل الآن إنجاز الأنشطة المتعلقة بالنص نبدأ بأقرأ وأفهم أنمي معجم اللغوي آتي بخريطة كلمة إنتاج إذن كلمة إنتاج سنأتي بمراد فيها وتحديد نوعها وضدها وتركيبها في جملة إذن هذه هي خريطة الكلمة إذن الكلمة المقترحة علينا هي كلمة إنتاج إذن كلمة إنتاج من حيث النوع فهي اسم مصدر لفعل أنتج ينتج إنتاج إذن إنتاج فهو اسم مصدر ثم مرادفها إذن ما معنى إنتاج إذن إنتاج فهو توليد الشيء من الشيء مثلا نولد الطاقة الشمسية من الشمس مثلا أو صناعة مادة جديدة إذن هذا معنى أيضا ديال كلمة إنتاج الإنتاج أيضا هو حصيلة العمل والإنتاج أيضا قد تعني محصول إنتاج فلاحي محصول فلاحي مثلا أو غلى أو نتيجة العمل إلى غير ذلك إذن هذا هو المرادف الخاص بكلمة إنتاج أما ضد إنتاج فهو استهلاك إذن نقول هذا بلد منتج لهذه المادة وهذا بلد مستهلك لها إذن هناك المنتج وهناك المستهلك إذن إنتاج ضدها هو استهلاك وأخيرا تركيبها في جملة إذن كلمة إنتاج سنركبها في جملة مثلا سنقول المغرب بلد رائد في إنتاج الطاقة الشمسية إذن إنتاج أو كلمة إنتاج ركبناها في جملة مفيدة ثم أيضا المطلوب أبحث في معجم اللغوي عن معنى الطاقة النظيفة إذن الطاقة النظيفة إذن نظيفة بمعنى أنها طاقة صديقة للبيئة تحافظ على البيئة من التلوث ويمكن أن نعرف أكثر الطاقة النظيفة كما يلي إذن ممكن أن نقول هي الطاقة التي لا ينتج عند استخدامها أو استعمالها تلوث بيئي إذن هذه الطاقة النظيفة أو ضرر يصيب الإنسان والكائنات الحية مثل طاقة الشمسية إذن هي طاقة نظيفة الطاقة الريحية كذلك الطاقة الكهرمائية إلى غير ذلك إذن هذه طاقات نظيفة أي أنها تحافظ على البيئة ولا تتسبب في التلوث البيئي أو الحق أي ضرر بالإنسان والكائنات الحية وعندنا أيضا كلمة أخرى هي كلمة الرفاهية إذن يعيش حياة الرفاهية نقول فلان يعيش حياة الرفاهية إذن الرفاهية هي رغد العيش ونعيمه إذن الإنسان الذي تتوفر له جميع ظروف العيش الكريم ويعيش في نعيم وفي بحبوحة العيش وفي رغد العيش نقول أنه يعيش حياة الرفاهية والرفاهية أيضا تعني ساعة الرزق توفر كل ما يريده الإنسان من ظروف في بيته وفي حياته ككل فهذا يقصد به أيضا الرفاهية إذن الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بأجيب إذن السؤال الأول لدينا متى أطلق المغرب خطته الوطنية للطاقة المتجددة إذن متى نبحث عن السناء أو عن التاريخ إذن سنعود إلى النص ونبحث عن ذلك إذن بعودتنا إلى النص نجد أطلق المغرب في العام الفاني وثمانية خطته الوطنية للطاقات المتجددة إذن السنة التي أطلق فيها المغرب خطته الوطنية للطاقة المتجددة هي عام الفاني وثمانية ثم السؤال الثاني ما مزايا هذا المشروع الضخم ثم مما يتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية إذن سنعود أيضا إلى النص ونبحث عن الجواب مزايا هذا المشروع الضخم ومما يتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية إذن في النص نجد ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية أنه سيمكن المغرب من اقتصاد أكثر من مليوني طن سنويا من المحروقات إذن سيمكن أو تمكين المغرب من اقتصاد أكثر من مليوني طن من المحروقات سنويا وتجنب انبعاث حوالي أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة إذن سنقولك جواب عن هذا السؤال مزايا هذا المشروع الضخم هي تمكين المغربي من اقتصاد أكثر من مليوني طن سنويا من المحروقات وتجنب انبعاث حوالي أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة ثم السؤال الثاني يتعلق بمما يتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية إذن نجد هنا أيضا ويتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية من خمسة مجمعات لإنتاج الكهرباء موزعة على عدد من الجهات على رأسها مجمع نور وارززات الذي يضم ثلاثة محطات لإنتاج الطاقة النظيفة إذن سنجيب مما يتكون إذن يتكون المشروع المغربي للطاقة الشمسية من خمسة مجمعات لإنتاج الكهرباء موزعة على عدد من الجهات السؤال الموالي كم تبلغ مساحة نور واحد ومتى انطلق تشغيل هذه المحطة إذن بعودتنا للنص نجد ويمتد مشروع نور وارززات في محطته الأولى نور على مساحة تبلغ نحو خمسة ملايين متر مربع نعم مربع إذن سنقول تبلغ مساحة نور واحد قلنا كم؟ نحو خمسة ملايين متر مربع ثم مت انطلق تشغيل هذه المحطة؟ إذن أيضا بعودتنا إلى النص نجد وانطلق تشغيل محطة نور واحد للطاقة الشمسية المركزة في شهر فبراير عام 2016 إذن انطلق تشغيل هذه المحطة في شهر فبراير عام 2016 ثم لدينا ما الإمكانات التي تنطوي عليها الطاقة الشمسية المركزة؟ إذن سنعود أيضا للنص ونبحث عن الجواب إذن في النص نجد في هذه الفقرة وتنطوي تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة إذا مقترنت بتخزين الطاقة الحرارية على إمكانات هائلة نظرا لقدرتها على توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها حتى إذا لم تظهر الشمس إذن الإمكانات التي تنطوي عليها الطاقة الشمسية المركزة هي قدرتها على توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها حتى إذا لم تظهر الشمس سؤال الموالي بما سيسهم برنامج الطاقة المتجددة إذن سنعود إلى النص إذن في هذه الفقرة أيضا نجد سيتوفر المغرب على طاقة متجددة ونظيفة تسهم في النفع العام للمواطنين والمجتمع وتحقيق الرفاهة الاجتماعية وتوفير الثروة الوطنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة إذن سنقول سيسهم برنامج الطاقة المتجددة في النفع العام للمواطنين والمجتمع وتحقيق الرفاهة الاجتماعية وتوفير الثروة الوطنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة السؤال الأخير لدينا يتجه المغرب إلى استثمار مصادر مختلفة للطاقات المتجددة أذكر بعضها إذن سنذكر بعض الطاقات المتجددة والنظيفة التي يسعى المغرب إلى استثمارها والتي ذكرت في النص إذن مثلا هناك إذن سنقول يتجه المغرب إلى استثمار مصادر مختلفة للطاقات النظيفة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة المائية إلى غير ذلك ننتقل الآن لأقرأ وأحلل إذن ما الفكرة الأساسية للنص إذن نصك كل من خلال قراءتنا لهذا النص يمكن أن نحدد فكرته العامة أو الأساسة كما يلي إذن ممكن أن نقول النص عبارة عن مقالة علمية تتحدث عن الطاقة الشمسية إذن الموضوع الرئيس في النص كامل هو الطاقة الشمسية ومزاياها وإطلاق المغرب لمشروع طاقي كبير من هذا النوع لإنتاج طاقة صديقة للبيئة إذن هذا أو هكذا يمكن أن نصوها فكرة عامة للنص ستحدث عن طاقة الشمسية مزاياها وفوائدها وإطلاق المغرب لمشروع طاقي لإنتاج الطاقة الشمسية ثم السؤال الموالي في أي فقرة وردت الفكرة الآتية إذن هذه الفكرة طموح المغرب إلى إنتاج حاجاته من الطاقات النظيفة في أي فقرة وردت إذن إذا عدنا إلى المغرب سنجد طموح المغرب إلى إنتاج حاجاته من الطاقة النظيفة وردت في الفقرة الأخيرة من النص حيث نجد إن المغرب متجه بحماسة وطموح إلى إنتاج نصف طاقته من مصادر متجددة ونظيفة سواء أكانت شمسية أو ريحية أو مائية إلى غير ذلك إذن هذه الفكرة التي تعرفنا عليها فهي وردت في الفقرة الأخيرة من النص الآن أبدي رأيي إذن لدينا يعتبر استهلاك الطاقة الكهربائية من أكبر التحديات التي تواجه المغرب أبدي رأيي في هذه القضية وأعلله إذن استهلاك الطاقة المغربية لا شك أنه يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المغرب نظرا لكلفة الطاقة الكهربائية ونظرا أيضا لتأثيراتها على البيئة إلى غير ذلك ولهدف المغربية يتجه نحو الطاقات البديلة أو الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة وهي خطوة جيدة وإيجابية طبعا إذن يمكن أن نعطي رأينا بهذا الخصوص صحيح أن استهلاك الطاقة الكهربائية يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المغرب لماذا؟ لأن إنتاجها مكلف جدا إذن إنتاج الطاقة الكهربائية فهو مكلف ماديا بشكل كبير ولذلك فالمغرب يتجه نحو الطاقات البديلة لتوفير احتياجاته من الطاقة وهي خطة حكيمة وخطوة جيدة من شأنها أن تضمن إنتاجا كاثيا من جهة ومحافظا على البيئة من جهة أخرى إذن هذا هو رأينا بخصوص تحدي السهلاك الطاقة الكهربائية بالمغرب الآن مع أركب إذن أستعين بأسئلة النص الفهمي لألخص النص شفهيا ثم كتابيا إذن النص يمكن أن نلخصه على هذا الشكل إذن هذا نموذج لملخص هذا النص إذن مثلا سنقول يتحدث النص عن مصروع الطاقة الشمسية الذي أطلقه المغرب ومزاياه وفوائده ومكوناته حيث قدم الكاتب معطيات ومعلومات حول مجمع نور واحد ببرززات والإمكانيات التي ينطوي عليها ومساهمة برنامج الطاقات المتجددة في تحقيق النفع العام للمواطنين وحماية البيئة إضافة إلى إبراز توجه المغربي نحو إنتاج نصف طاقته من الطاقات المتجددة وهو ما جعله قوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية إذن هذا أو هكذا يمكن أن نلخص هذا النص السؤال الثاني إذن أستخرج قيمة من الفقرة الثانية إذن الفقرة الثانية من النص المطلوب أن نستخرج منها قيمة إذن سنعود للفقرة الثانية من النص إذن هذه هي الفقرة الثانية من النص إذن نجد ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية أنه سيمكن المغرب من اقتصاد أكثر من مليوني طن سنويا من المحروقات وتجنب بعاث حوالي أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة ويسعى المغرب إلى إنتاج حاجاته الداتية للطاقة النظيفة من الكهرباء أو من الكهرباء الشمسية عام 2020 باستخدام صحاريه الشاسعة وتعادل هذه القدرة خمس الإنتاج الوطني إذن من هذه الفقرة ممكن نستجد قيمة تتحدث عنها لدينا هذه الجملة وتجنب انبعاث حوالي أربعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكاربون في السنة إذن ثاني أكسيد الكاربون فهو غاز يلوث البيئة والكائنات الحية ويضرب الكائنات الحية وبالتالي فتجنب انبعاث هذا الغاز فهو أو فيه قيمة الحفاظ على البيئة قيمة الحفاظ على البيئة إذن سنقول القيمة التي قيمة توجد في الفقرة الثانية هي قيمة الحفاظ على البيئة أو قيمة الحفاظ على البيئة إذن أقوم توقعاتي بخصوص مضمون النص إذن في نهاية دراستنا للنص ستقوم توقعاتك بنفسك هل ما ضننت وتوقعت أن النص يتحدث عنه وهو ما كان بالفعل أم لم يكن كذلك إذن نكتفي بهذا القدر أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء